يعني انا بادقق جدا في حكاية العمل التجاري ولا لا وانا يعني بس انت عملت اعلان هل يلومك البعض على انه خالد الصوي عمل اعلان ولا حكاية الاعلان بيحرق زي ما كانت جملة بتقال زمان لم تعود موجودة كل الفنانين دلوقتي بيعملوا من اعلان هقول لك سهولة اولا هل استغليت احد وانا بقدم الاعلان يعني هل انا كده استغل عمل الاخرين هل انا اتجنى على مال هل انا احجز مال كان سيصل من الف الى به وانا دخلت لا انت انت بتؤدي عملا مشروعا لكن مش بس مشروعا انما كمان انا ما باخدش حاجة من بق حد دي مهم اولا يعني مفيش مخصصات بتستقطع من حضرتك كمواطن وتخش جيبي لا كفنان بقدم فيلم ولا كفنان بقدم مسلسل ولا كفنان بقدم اعلان او برنامج بمعن اعلان الفلوس بتوصلني ازاي بالبلدي اوي كده زي الفنان اللي في الشارع كده كل واحد بيقف بيرمي في بورنيطة شيلن مثلا الفرق ايه الفرق ايه انه الناس بتدفع طواعية ليه انها تتفرج على الفن وهي اللي بتدفع يعني احنا سلع بالنسبة للناس سلع رفاهية او سلع تكميلية طبعا الفن ما بيبقاش رفاهية لما بيبقى متغلغل اوي والمصريين متغلغل جوا من الفن بس هما لسه مش بوقت تاريفين اوي المصريين احنا مش بوقت تاريفين اوي بدا لكن احنا لا نتخلى عن الفن لكن في نفس الوقت مازلنا حطينه على انه هو سلعة كمالية ماشي يا سيدي سلعة كمالية ليه هي حضرتك اللي بتقرر انك انت هتخش الفيلم ولا بتقرر انك انت تقبل على هذا العمل ولا لأ فبالتالي تتجه الاعلانات اليه فتدور الدورة فانا اخد احنا فلوس اكتر لما حضرتك بتقبل علي اكتر وتجيب العائلة والاصدقاء يتفرجوا فانا بتعلق الاسهم بتاعتي او لو لا قدر الله اسأت انا الاختيار او لم اسب اكتيار موضوعاتي او لفت بهاك فاللي بيحصل لانا اسهمي بتنزل لانك بتنفض عن العلاقة دي علاقة حرة جدا ما ما فيش مخص ما باخدش اه منك انت ما تدفعش ضرائب اكتر عشان فلوس انا هاخدها اكتر عاملك بقى فن خالص صح? طيب اشمعنا انت سايد بقى الناس اللي بتدب ايدها تاخد منك انت هفاهم لغد من بطن الاسبواطن يعني ومس كفية انا. الله. لا وممكن يكون حد يعني اللي بيعترض على ده يعني كان معايا مسلا الفنان انا صد دوجية نظرة يعني هي بتقول لا الفنان ما عملش استعاب الناس للشخصية يعني انت تؤدي شخصية. مم. فلما الناس بيشوفوك بتعمل اعلان عن اه منتج عقاري مثلا او حاجة ممكن هنا يحصل عنده. والله انا كنت مفكر في طريقة قريبة من كده لفترة طويلة. انا عندي بس انا هقولها يعني ببساطة شديد. اه لا اه غير ان انا مش ملقيتش حاجاتي يعني الحياة تمنعني من ده وخصوصا انا حتى الاعلان. لو انا هعمل بعد كده مش مش هعمل حاجة تكون انا بالنسبة لي اه ضد اه اه ذائقتي ضد سلقتي يعني 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 افهم قصدي ايا ما كانت دي. انما حضراتكم اه يعني الناس ما استحضرني في الموضوع ده. لما انا قعدت فترة كنت اعياني وعندي اه مصاليف المفروض اصرفها جامد قوي. في موضوع. هل انا رفت من اي حد مليم? هل انا يعني هل انا لفيت عن الناس اخد منها فلوس علشان اعمل مسلا انا عملية مهمة او بتاع? لا ولم تطلب علاجا على على رفض الدول. روحت عشان اتعالج اه لان انا موظف في التلفزيون. اه وروحت عشان اطلب ده. ولكن في الحقيقة ان انا لقيت ان انا وده اللي تقالي انه لا في ناس حالتها اصعب منك كتير. يعني لازم اروح زحفا علشان اتلقى العلاج. ما عنديش مشكلة. ما عنديش مشكلة. اه. ازا كان هناك كمان نستحق العلاج اكتر مني يبقى على عيني راسي طبعا. اعادت بعدها انا ادي تلات سنين ما بتعليجش. ما عنديش فلوس. وما اطلبش من حد حاجة وبحاول ان انا اشتغل. يعني ما حدش لو عندي حاجة ما حدش الكلام معي في الموضوع ده. بس. لا. يعني بص من حق الفنان طبعا ان يؤمن نفسه اه طالما انه يعني اه بيحصل على هزي الاموال بطريقة. وبعدين الاعلانات اه المفهوم اختلف يعني. انا شايف كان زمان يستخدموا تعبير ان الاعلان بيحرق الفنان. وكان عدد كبير من الفنانين ما يعمل. يا سيدي اكل الفنان بقى يختار بقى هو عايز يتحرق ولا هو مش عايز يتحرق. هفهم? انما ليه بيسعدها? يعني لا يجب ان يقوم الفنان بكذا. ده موضوع تحس فيه كأنه. ولا يجب مع خلد الصاوي تحت دي. يعني كل الناس قاعدة تعمل اعلانات مثلا فنانين كتير. اه. لكن خلد الصاوي. فهم? على اساس ان انا ايه? انه ده. انا بسأل هفي تنقد? يعني انا دلوقتي لو كسبت من صنعتي. بينما انا بنادي بالانصاف والبتاع. ده متنقد مع بعضو? ده ده قمة الغرابة. يبقى احنا في التاريخ كل من كانوا ميسوري الحال. ووقفوا مع الحق والخير. اه. والجمال مشكوك فيهم. ده كلامها بالله.